اهلا بكم في الجزء الثاني سيدتي سادتي من برنامج من الحياة سنتحدث عن السياسة سنتحدث عن الحراك الشعبي سنتحدث عن مسيرة الطلبة اليوم في الجزائر العاصمة خاصة معي للنقاش السيد الحاج بلغوتي اهلا بك سيدي شكرا بارك الله فيك أنت مدير حملة المترشح عبدالعزيز بالعيد وعضو المكتب السياسي الوطني المكتب الوطني مرحبا بك شكرا كان من المفروض أن يكون معنا في نقاش السيد هلال عبدالغاني عضو في المكتب الوطني للتحالف الوطني الجمهوري لم يأتي لا ندري لماذا ويعني مشكلة هذه اليومات مع أحزاب المولاد الكوميونيكبا لا تتصل لا تردع للاتصالات لا تحضر الاستوديوهات يعني نعتذر من المشاهد الكريم إن رأى أننا نستضيف ربما المعارضين أو لا نستضيف السلطة أو لا نستضيف الأحزاب للمولاد لهذا السبب قبل أن نبدأ لنقاش سنشاهد بعض الصور واشترا اليوم مسيرة في الجزائر العاصمة حول يعني انظمها الطلبة ونعود لنقاش شوارع العاصمة تتعالى فيها من جديد أصداء المطالب السلمية التي تعالت بها مظاهرة للطلبة الجامعيين بمختلف التخصصات البريد المركزي باتجاه ساحة أودان في تجمع حوالي ألف طالب جامعي رافض للعهدة الخامسة عندما تحتض نزقة العاصمة لطالب العلم ويهتف بصوت واحد خارج عن صمته المطبق من فوهة جملة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية حدث هذا في ظل انتشار أمني كثيف تجنبا لأي تغيير لطابع السلمية بشارع ديدوش مراد وساحة أودان نحن نطالبه بعفيس واقعيين ما نش نزيده عليها ما ننقصه عليها نحن اللي هنا كامل طالبه كان في وصناء الساتيدة سيد الحاجب الغوثي اسمعنا الطالب يقول لك نطالبه بعفيس واقعيين يعني بالعامية نحن اليوم هذا الحراك بعث فينا الأمل ونوعية الحراك بعثت فينا أملا أكبر وهي النوعية السلمية الشعب الجزائري في هذا الحراك بكل شرائحه طلبة شعب محامين كل المرأة يعني كل هذه الشرائح أثبتت أن الشعب الجزائري أصبح واعيا وأن الشعب الجزائري أصبح متفاهما وأنه يريد التغيير من حقه فهو صاحب السيادة وهو صاحب الملكية على الجزائر فالملكية ليست لحزب وليست لشخص وليست لجماعة الملكية هي ملكية الشعب ومن حق هذا الشعب أن يطلب التغيير ومن هذا المنطلق كانت مبادئ كانت نظرة جبهة المستقر ولكن يطالبون أيضا برحيل المعارضة الأحزاب في السلطة رئيس الجمهورية الكل يعني إكم خيفوا لهم ذلك كان معارضين عباك بلمعارضين زعماء المعارضة راحوا للمسيرة حوزوهم لهم ذلك سيدي نحن نذوب في هذا الشعب نحن إذا رأى الشعب أن يغير كل الطبقة السياسية فله ذلك إن أراد الشعب يعني فقط يحترم صوت هذا الشعب من طرف السلطة الحاكمة ومن طرف المعارضة نحن بالنسبة لنا ما يقوله الشعب سنجعله برنامج عملنا سنذوب في هذا الشعب سنسمع لهذا الشعب سماعا حقيقيا لا نلتوح على مطالبه ولا نلتف على مطالب هذا الشعب بعض يقول أن خاصتنا لابد العزيز بالعيد لفتك راح للانتخابات وراح للانتخابات الرئاسية يعني ما نردش على المتظاهر المتظاهر نقول لكم بركات نريد أن نريد منكم كي المعارضين كي السلطة وصح أنتم لا رأكم رايحين ضد إرادة الشعب يعني حقيقة لا لا حتى نصحح لك المفاهيم هذه أخي الكاملة تفضل لا يمكن ترك الدولة دون مراكز القيادة هذا شيء غير موجود ولكن فيما يتعلق بتقديم مرشحنا الدكتور بالعيد عبد العزيز لملفه أمام المجلس الدستوري يوم السبت فيوم السبت جاء بعد الحراك ليوم 22 فيفري هذا الحراك هو الذي حرك فينا وجعلنا نتمسك بالقوة وبالإرادة لنودع الملف لنقدم مرشحنا الدكتور بالعيد عبد العزيز كبديل كبديل لأن المسيرات الآن تطالب بأن لا للعهد الخامسة وتطالب بالتغيير ولكن شعارها الأول هو أنها لا تقبل العهد الخامسة من ثم رأينا أنه من واجبنا يعني عبد العزيز بالعيد هو التغيير يعني رأينا أنه من واجبنا أن نقدم أنفسنا أن نضحي أن نناظل أم لصالح الشعب الجزائري وأن نقدم مرشحنا وفلسفتنا وبرنامجنا في جبهة المستقبل كبديل لما هو حاصل الآن أو لما هو مرفوض من الشعب لماذا ستشاركوا إلا شفتوا الانتخابات ولا تستنوا حتى يعني حزب جبهة المستقبل حتى تخسر الانتخابات باش تقول نحن يا سيدي نحن نمقت الكرسي الشاغر نحن لا نحب الكرسي الشاغر نحن في جبهة المستقبل نؤمن بفلسفة المقاومة في السياسة نحن نقاوم نحن نقاوم عن طريق النظال النظال السلمي إلى أن نصل اليوم أو غدا إلى تحقيق أمال وطموحات الشعب التي هي طموحاتنا إلى أن نصل اليوم أو غدا أن يصبح الشعب هو المعبر الحقيقي والوحيد عن إرادته ولا يمكن بأي حال من الأحوال التلعب بإرادته سيد الحاجة بالغوثي أو يعني نساحبه قالوا لك باللي كين الوزاح لون نساحبت علي بن فليس نساحب مقري نساحب بقى عبد العزيز بالعيد وكأنه ينتظر في منقولهاش مرشحنا الدكتور بلعيد عبد العزيز لكل شخصية وطنية أو لكل حزب فلسفته ورأيه فنحن في جبهة المستقبل لا نرأينا بالنسبة للدكتور بلعيد عبد العزيز كان واضحا في أن الشعب يطالب بأن لا تكون هناك عهدة خامسة وهو متمسك بذلك وجعلها شرطا للبقاء في الترشيحات فإما القانون لا يسمح له إنفوة حتى الترشيح لا يسمح له إنساء الحمد لله أن في قيادة جبهة المستقبل هناك أساتذة وضكاترة ومحامين ويعرفون القانون وأيضا يعرفون السياسة فنحن إن نحن كحزب مؤسسة لأنها يكلنا لأنما كاتبنا عبر الولايات لأن هيئتنا التنسيقية سنشتشيرها في كل كبيرة وسغيرة سنعود إليها سنجمعها ونأخذ الرأي الصواب سيدي أستسمحك شيء الذي جاء به المترشح الدكتور بالعيد عبد العزيز سيعرض على القواعد هناك مسألة مبدئية وهي الإنسحاب إن تواصلت أو تواصلت ترويج لهذه العهدى الخامزة بالقانون لا يسمح بالإنسحاب إن فأخلاص تأكد الترشيح هناك الإنسحاب نحن إن ثبت لقواعدنا ضرورة الإنسحاب سيكون انسحابنا قانوني أو سيكون انسحابنا سياسي وسيكون انسحابنا سياسي بمنطق المناظلين أي أننا لن نسكت لن نسكت وإنما سنواصل النضال إلى غاية الخروج بالفكر الشعبي الجزائري إلى بر الأمان إلى غاية إيصال صوت الشعب إلى من يلتفون حول صوت الشعب نسكسيك الحاج بالغوثي لو كان ما كانش هذا الحراك الشعبي يعني حزب جبهة المستقبل رح يكمل في الترشيح رح يعني رح ينافس الرئيس عبد العزيز ودفليق ما رحش ياخده هاد الديسيزيون تعي ربما الإنسحاب يعني رحكم مسكين العصام الوسط أبدا ممكن ما كانش الحراك الشعبي هل ستفكرهم في الإنسحاب شوف بالنسبة جبهة المستقبل هذه الفسحة السياسية فسحة الأمل في الجزائريين نقولها من خلال المنبر هذا الجزائريين والجزائريين المترشح بالعيد عبد العزيز هو رجل الأمل في الجزائر سيدي الفاضل نحن لا نقول لو كان أو لو كان وإنما نحن في فلسفتنا في جبهة المستقبل معتمدين على الشعب الجزائري ونريد ونناظل إن ليس اليوم غدا وإن ليس غدا بعد غد سنناظل إلى يوم تصير فيه الديمقراطية حقيقة مجسدة في الجزائر هذا هو مبتغان وهذا هو هدفنا ولكن فقط للوصول إلى هذا هناك من يولون الضبر أما نحن فلن نولي الضبر وسنناظل ونبقى نناظل إلى أن يصل اليوم ونحمل شعارات هذا الشعب يعني ما حاولتوش تركبه في الموجة يعني؟ أبداً نحن بالنسبة لنا في بلاتوهات عديدة قلنا أن هذا الحراك الحراك الشعبي لا نركبه وإن خرجنا أو إن تحرك مناظلنا فقد تحركوا كمواطنين ولن ترك الشعب يقول كلمته مش عبد العزيز بالعيد في المسيرة مشاه مشاه في المسيرة طبعاً كمواطن جزائر ما عرضوش شعب ما عرضوش شعب ما خرجوش منكم أبداً نحن إن خرج الدكتور بالعيد عبد العزيز إنما خرج كمواطن ومن حقه كمواطن أن يساير الشعب سنتحدث قليلاً عن رسالة الرئيس المترش عبد العزيز بوتفليقة يعني نقوله بالليها ولبها المطالب المعارضة المعارضة التي تطالب بدستور جديد هاي نعطي لكم دستور جديد المعارضة التي تطالب ب يعني الحرك الشعبي الذي يطالب بالعدول عن عهدى خامسة يعني طالب بنصف عهدى يعني قال راح سيكون انتخابة رئيسية مسبقة وراح يكون ما يترشحش لها كيفش يعني قراءة سياسية لهذه الرسالة شوف من خلال ما تقول فإن فعلاً لا توجد هناك رؤية إذا نقول أن هناك إصلاحات سياسية يلتزم بها صاحب الرسالة بعد ست شهر أو بعد عام فنقول لماذا تجرى الانتخابات ولماذا تصرف الدولة كل هذه الأعباء المالية ومن ثم نقول أن الرسالة أن الأمل هو الشعب الجزائري وأن تترك الديمقراطية وأن تترك الانتخابات إلا عندكم هذه القراءة إلا عندكم هذه القراءة صح يعني يكفي للانسحاب إلا عندكم صح هذه القراءة في جبهة المستقبل شو صاحب الجرأة الوحيد صاحب الجرأة الوحيد اللي قال أنا أترشح بعد استفسار وبعد مناقشة الأمر مع القواعد ومع المناظرين إذا تواصلت العهد الخامسة هو الدكتور بالعيد عبد العزيز لم يكن هناك جريء يتقدم بهذا الكلام وأنا هنا أتحدى أن الوحيد صاحب الجرأة وصاحب الشهامة الذي واجه بها هو الدكتور بالعيد عبد العزيز شكرا لك الحاج بالغوثي عضو المكتب الوطني والسياسي المكتب الوطني المكتب الوطني لجبهة المستقبل ونائب برلماني عن ولاية غليزان غليزان شكرا لك لحضورك معنا في هذا البلاتو شكرا لكم أيضا ومن خلال هذا المنبر وجه تحية والعرفان والتقدير للشعب الجزائري مؤمن أنا وزملائي في القيادة الوطنية لجبهة المستقبل أن إرادة الشعب من إرادة الله وأن كلمة الشعب يجب أن يستمع إليها كل السياسيين كل السياسيين رجال ونساء أحزاب وأن الشعب هو السيد ولا سيدة فوق الشعب ولكن القول يقول أن الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية يعد مرات بالإيجاب للمطالب الشعبية سوف نترك هذا التقدير للشعب لأننا في جبهة المستقبل أردنا أن نكون مع الشعب وحاملين لما طالب هذا الشعب ومناظلين من أجل ما طالب هذا الشعب وصارحنا بذلك الشعب شكرا لك سيدي على الحضر معنا سنلتقي في فرص أخرى إن شاء الله سيدتي سادتي شكرا لك سيدتي سادتي نلتقي في فرص أخرى إن شاء الله في عدد جديد من حصة من الحياة غدا إن شاء الله شكرا لك